وإلى افتتاح عمل الورشة التدريبية التي نظمتها وزارة البيئة والصيد بالتعاون مع التحالف الدولي لمكافحة التغير المناخي والتي جاءت بعنوان ورشة لتقوية الإمكانيات والاستفادة من الخبرات في التغير المناخي المناسبة حضرها الأمين العام بوزارة البيئة والصيد وعدد كبير من المسؤولين حيث جرت هذه المناسبة ببيت المرأة المزيد لدى محمد آدم تعاون المشترك بين وزارة البيئة والصيد والتحالف الدولي لمكافحة التغير المناخي وتجديد الحراكة التنموية حول هذا افتتحت فعاليات الورشة التدريبية التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع التحالف الدولي لمكافحة التغير المناخي في شاد والتي جاءت بعنوان ورشة لتقوية الإمكانيات للرأسمالية والاستفادة من الخبرات في التغير المناخي حيث استهلت المناسبة بكلمة الأمين العام لوزارة البيئة والصيد كنتو أوليفر سعيد ممثلا الوزير مؤثمنا الجهود الجبارة التي بذلها الاتحاد الأوروبي سيما في إطار مكافحة التغير المناخي في شاد والمشاريع التنموية التي قدمها الاتحاد في مجال التنمية والتغير المناخي وهذه المجالات ذات أولوية وأهمية بالغة لدى رئيس الجمهورية إدرس ديبيتنو في رؤيته المستقبلية مع 2030 التي سماها شاد التي نريدها ويستفيد المتدربون في هذه الورشة حول مشاريع الأربع التي تقدم الاستفادة من التغير المناخي تثبيت التربة تطوير الدروس المستفادة منها واستثمار الموارد الطبيعية وتجدر الإشارة أن فعاليات الورشة ستستمر حتى 27 من الشهر الجاري ترجمة نانسي قنقر